اشتركوا في القناة احنا هندخل على موقع الكلية الرسمي وهنكتب bus.asu.edu.eg وهندغط على انتر من الكيبورد بعد الدخول على موقع الكلية الرسمي زي ما انتم شايفين هننزل لمنتصف الصفحة هنلاقي في ايكونة مكتوب عليها منصة المقالات البحسية مايو 2020 هيدي الايكونة اللي احنا هندغط عليها عشان تلقينا على المنصة الرسمية لرفع المقالات البحسية بس قبل ما ندخل على المنصة الرسمية لازم يكون معايا حاجتين اول حاجة اللي هو رقم الجلوس وده هنستخدمه مرتين وتاني حاجة الايميل الاكاديمي طيب رقم الجلوس هجيبه منين رقم الجلوس هنزل اسفل الصفحة هلاقيه في ايكونة مخصصة لذلك اسمها رابط ارقام الجلوس لما حضرتك تضغط عليها هينقل لك لي صفحة تانية فيها ارقام الجلوس لجميع الطلاب الكلية كل واحد على حسب البرنامج الدراسي وعلى حسب الفرقة المقايد بهم طيب انا خلاص جبت رقم الجلوس هستخدمه في ايه في المرحلة الاونية ان انا اجيب الايميل الاكاديمي بتاعي في البعض منكم حتى اللحظة دي ممكن يكون لسا مسلمش الايميل الاكاديمي اللي هو اصلا هيبه المحور الاساسي في رفع المقالات البحثية طيب اجيبي الايميل الاكاديمي ازاي وازاي استخدم رقم الجلوس ان انا اجيبي الايميل الاكاديمي لو حضرتكم بسيطه هنا هتلاقوا في ايكونة واحد شركة زرف اصفر مكتوب تحتها الاستعلام عن البريد الالكتروني الاكاديمي هنضغط على الايكونة دي هتنقيها بتحولنا تلقائي على النظام المخصص لتسليم الايميلات الاكاديمي زي ما حضرتكم شايفين ان احنا رقم الجلوس اللي احنا جبناه في الخطوة اللي فاتت هنستخدمه عشان نجيب به الايميل الاكاديمي فهنضغط في الخانة دي وكل واحد يدخل رقم جلوس اللي هو استلمه في الخانة اللي تحتها هيبتدي كل طالب يختار البرنامج المقيد به بعد كده نبتدي نضغط على كلمة بحث هيبتدي يظهر بيانات الايميل الاكاديمي لكل طالب طيب في بعض الوقت ممكن يكون معك مشكلة او في الايميل الاكاديمي بتاعك ما استلمتوش في عندك من تحت هنا هتلاقي رابط ده مخصص لاي مشكلة او استفسار يتعلق بالايميل الاكاديمي او الباسورد كده يب احنا خلاص استلمنا رقم الجلوس واستخدمنا ان احنا نجيب به الايميل الاكاديمي هنرجع تاني على الصفحة الرئاسية بتاعت كلية التجارة هنبتدي بقى ندخل على الايكونة بتاعت منصة المقاليات البحسية نضغط عليها وطبعا زي ما انتم شايفين الخطوة الاولية للدخول للمنصة الاكاديمية للمقاليات البحسية ان انت تبتدي تدخل الايميل الاكاديمي بتاعك والباسورد فدي اول خطوة مطلوب منك تعمل ساين ان هنبتدي ندخل الايميل الاكاديمي وبعد كده هتضغط next خطوة اللي بعدها يطلب منك تدخل الباسورد طبعا وانت بتدخل الباسورد تأكد ان لغة الكتابة هي اللغة الانجليزية لشان ما يحصلش عندك خطوة ويقولك ان الباسورد مش مزبوطة هنبتدي نعمل ساين ان ممكن هنا تختار yes or no زي ما انت تحبي يعني لو عاوز ان البراوزر يحفظ الايميل بتاعك بتختار له yes لو مش عاوز خلاص اقول له no خلينا ندخل على الجزء الرئيسي والاساسي للفيديو بتاع النهاردة احنا طبعا الهدف الرئيسي من الفيديو ازاي ارفع الابحاث او المقالات البحسية وفقا للجدول الزمني على منصة استلام المقالات البحسية طبعا المنصة دي حضرتكم مش هيتفتح او هيتنشط الرابط بتاعها غير لما تلاقوا العداد الزمني اللي موجود على الصفحة الرئاسية واخد شكل اسفار يعني كده انت خلاص ابتديت او مسموح لك ترفع المقالات البحسية وفقا للجدول الزمني المعلن والكلام ده هيتم ان شاء الله يوم 31.5.2020 بعد منتصف الليل يعني بعد الساعة 12 هتلاقي ان منصة استلام المقالات البحسية اتنشطت ومسموح لك تبتدي ترفع في المكرر او في المادة الاولى احنا دلوقات هنعمل ايه؟ هندخل على منصة استلام المقالات البحسية زي ما حد لكم شايفين تم تحويلنا لي الجزء الخاص بي آآ تسليم المقالات البحسية وهتلاقيه متقسم لتسع برمج رأسية اللي عندنا في الكلية آآ في منهم تلات برامج apostوات اللي هو برنامج الدرسة باللغة العربية برنامج الدرسة باللغة الإنجليزية Pixeta برنامج الدرسة باللغة الفرنسية هتلاقي الجزء الثاني خاص ببرنامج اسعات معتمدة عربي وإنجليزي وبرنامج الشراككين الجزء التالت من من الصفحة هتلاقوه بيتكلم عن برامج التعلم المدمج والتعلم المفتوح نظام قديم وسنوية عامة هاوضح لكم كده بشكل سريع تقسيمة كل برنامج ايه عشان لما تيجي ترفع المقالات البحسية الحاجة اللي انت هتشوفها ان شاء الله هنبتدي ندخل الاول على برنامج الدراسة باللغة الانجليزية زي ما حدوكم شايفين هاو متقسم لثلاث فرق الفرقة الاولى وتحتها المواد الخاصة بيها ثم الفرقة التانية وتحتها المواد الخاصة بيها وبعد كده الفرقة التالتة تحتها المواد الخاصة بيها هقول بس ملاحظة هنا والملاحظة دي هتلاقوها في كل البرامج التانية حضرتك هتلاقي كل مادة مكتوب تحتها التاريخ او الفترة الزمنية المسموح لحضرك ترفع فيها المقال البحسية المخصصة للمادة دي وهي عبارة عن يومين بتبدأ مثلا لو احنا بصينا على مادة اكتصاديات المواد التطور هتلاقيها بتبدأ من يوم 31 خمسة وبتنتهي يوم اثنين ستة يعني ايه 31 خمسة يعني يوم 31 خمسة بعد منتصف الليل هيبقى مسموح لك ترفع المادة في نهاية يوم اثنين ستة بيبتدي تلقاء يتقفل باب فتح المادة ستجدنا على برنامج دراسها باللغة الفرنسية هنلاقيه برضو متقسم فرقة اولى تحتها المواد الخاصة بيها الفرقة الثانية تحتها المواد الخاصة بيها وهكذا بالنسبة للفرقة الثالثة لو حبينا ندخل على برنامج الساعات المعتمدة هو برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية شابه برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية فهنشرح برنامج واحد ناوريكم المحتويات بتاعته طبعا عشان النظام الساعات المعتمدة بيبقى بالمستوى مش بالفرقة فهو متقسم مستوى زي ما حالكم شايفين وطبعا كل مستوى تحته المواد الخاصة بيه طبعا لو في اي حاجة ما ظهرتش معاك هننتظرها لغاية التحميل بس هنا هنقول ملاحظة صغيرة على برنامج الساعات المعتمدة بالنسبة للفرقة الثالثة او المستوى الثالث هو متقسم تخصصات كل تخصص تحته المواد الخاصة بيه فاريت الطالب يرفع المواد يبقى مركز ان هو يختار التخصص الخاص بيه وفقا للمستوى الثالث نفس الكلام ده هنلاقيه موجود في برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية نفس الكلام بالضبط بالنسبة لبرنامج الشراكة كين هنلاقيه الفرقة الاولى فرقة التانية الفرقة التالتة كل فرقة تحتها المواد بتاعتها والوقت الزمني المخصص لرفع المقالة البحثية بالنسبة لبرامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح نظام قديم والتعليم المفتوح نظام سنوية عامة هو الحاجات متشابهة فهندي كده مثال على نظام التعلم المدمج والتعليم المفتوح نظام قديم نضغط عدل الوقت على برنامج التعلم المدمج هنلاقي صفحة متقسمة لمجموعة من المستويات بالنسبة للمستوى الاول هتلاقوه متقسم لفصل الدراسي اول تحت المواد الخاصة بيه فصل الدراسي تاني تحت المواد الخاصة بيه فياريت اي حد يجي يرفع اي بحث يختار الحاجة الوفقا للفصل الدراسي المقيد بيه بالنسبة للمستوى الثاني نفس الكلام هنلاقي فصل الدراسي اول تحته المواد الخاصة بيه فصل الدراسي تاني المواد الخاصة بيه بالنسبة للمستوى الثالث هو اللي هيختلف شويه المستوى الثالث هيكون متقسم لتخصصات وكل تخصص يعني تخصص اولي النظم محاسبية فصل الدراسي اول وهنا فصل الدراسي تاني التخصص التاني تنظيم مقدارة فصل الدراسي اول فصل الدراسي تاني حاسب آلي فصل دراسي أول فصل دراسي تاني مستشفيات فصل دراسي أول فصل دراسي تاني نفس الكلام ده هنلاقيه بالزبط موجود في نظام التعلم المفتوح سواء قديم أو سنوية عامة بس مع الاختلاف إن التخصصات بتبقى في المستوى التاني فقط وحضراتكم كلكم معرفين يعني المستوى الأول هنلاقي مكتوب عندنا فصل دراسي أول فصل دراسي تاني المستوى التاني تنزيم وإدارة فصل دراسي أول فصل تاني ده هنا بثلاثة التخصصات وهكذا بالنسبة الباقي نفس اللي احنا قلناه مع التعليم المضمن طيب إحنا كده شرحنا مكونات كل حاجة أجلنا عرب الآخر لإن العربي دلوقتي هو النموذج اللي احنا هنمشي عليه أو هنشرح الخطوات إزاي طب أرفع المقالة البحثية إحنا كل ده بنشرح مكونات بس إزاي يبتدي أرفعها هندخل على برنامج الدرسة باللغة العربية هيكون مختلف حاجة بسيطة عن بقية البرامج التانية ان احنا مقسمينه فرقة أولى فرقة تانية فرقة تالتة وحطين جزء التخلفات لوحده فأي طالب مستجد أو بوقل عادة في الفرقة الأولى التانية التالتة هيختار الإيكون بتاعت الفرقة الأولى والتانية أو التالتة لكن أي حد عنده مادة تخلف هيختار الإيكون بتاعت التخلفات تعال بقى اللي هشرحه دلوقتي زي ما احنا قلنا هينطبك على كل البرامج التدرسية أختار الفرقة الأولى الفرقة الأولى طبعاً يتقسمها لمجموعات ونفس الكلام هنطبق على الفرقة الثانية أو الفرقة الثالثة هنأخذ على سبيل المثال مادة مبادئ المحاسبة 2 هنضغط عليها دلوقتي عشان نشوف إحنا هنرفعها زيوك وهأكد تاني إن أي كلام بقوله ينطبق على جميع البرامج بنفس الفكرة هنختار المكرر أو المادة هنضغط عليها هيبتدل يفتح لي الصفحة التالية الصفحة اللي حضر لكم شايفينها دلوقتي هي مجرد فورم أو نموذج النموذج ده أنت بتملى فيه بياناتك وبترفع فيه ثلاث ملفات أول حاجة هنكتب الاسم رباعي تعالي نعمل كده تجربة سريعة هكتب اسمي طبعاً لازم اللغة تكون لغة عربية الاسم رباعي ممكن يبقى أكتر من رباعي لكن ما يكونش أقل بالنسبة الرقم الجلوس اللي انت كان سبق وحصلت عليه من الايكون الخاصة بأرقام الجلوس هتبتدى تكتبه خلي بالك أنا قصدت هنا أكتب حاجة في رقم الجلوس رقم الجلوس عبارة عن رقم ما بيكونش فيه حروف نهائي فلو انت كتبت أي حرف بالخطأ هتلاقي طلع لك الأرور أو السطر اللي باللون الأحمر فخلي بالك رقم الجلوس بالكامل بيكون باللغة الإنجليزية وبيكون عبارة عن أرقام يعني وانت بتكتبه اكتبه باللغة الإنجليزية وأرقام فلما نيجي نشيل الحرف اللقتي هتلاقي ان ما حصلش عندك أي خطأ في الكتاب بالنسبة للنقطة رقم ثلاثة بالنسبة للمصريين هيختار الرقم القومي بالنسبة لإخواتنا الوافدين غير المصريين هيختار جواز السفر على سمسال نختار الرقم القومي خلي بالك أن الرقم القومي عبارة عن 14 رقم أنا حتى الآن أنا أقل من 14 رقم فعش كده طالع عندي بيقول لي أن الرقم بتاعك لازم يكون ما بين رقمين يعني هو هنا بيحددني لازم يكون 14 رقم هتبتلي تكتب الرقم القوم بتاعك كده إحنا كاتبين 14 رقم فالخطأ اللي بيظهر أو السطر الأحمر هتلاقيه يتحزف لو أنت جربت تزود رقم تاني هتلاقي أن تلع لك خطأ فخلي بالك وخليك ضغيق وانت بتكتب البيانات الخاصة به طب لو أنت اخترت جواز السفر خلي بالك جواز السفر بيبقى في أغلب الأوقات بيكون عبارة عن أحرف بالدغة الإنجليزية ناحية اليسار وفي أرقام ناحية اليمين فخلي بالك وانت بتكتبه هتكتب الرقم جواز السفر على بعض من غير ما تسيب أي مسافات ما بين الحروف ما بين الأرقم تمام هنبتدي بعد كده تدخل رقم الموبايل هو طبعا رقم موبايل 11 رقم اكتب رقم الموبايل الخاص بك نحن كتبين أي رقم كده عشوائي طبعا المرحلة دي احنا المطلوب مطلوب من كل واحد فيكم صورة رقم جواز السفر أو صورة الرقم القومي فدي حلقة تبقى مجهزة عندك ونكتفي بالوجه الأمامي فقط مش هنكتب او مش هنصور الوجهين هو الوجه الأمامي فقط وهنبتدي نرفعه بالضغط على زرار اللي هو اسمه upload file هنضغط على upload file هشوف انا مسايف او عامل سيف للبطاقة بتاعت فين انا هنا حطيتها في ملف هضغط عليها وهتدوس open وخلي بالك هتكتب على الرقم القومي بتاعك او الصورة الرقم القومي او جواز السفر هتكتب اسمك وتبتدي تعمل open زي ما حالكم شايفين هتلاقيه هو بيعمل تحميل بعد ما ينتهي من التحميل هندخل على المرحلة اللي بعدها احنا هنا مطلوب من حضرتك ان انت تكتب بالإيميل الأكاديمي اللي انت قمت باستلامه كله واشرنا له في بداية الفيديو انت في الغالب لما استلامت الإيميل بتاعك كان بيتكون من اسمك اسمك الاول وبعد كده في نقطة وبعد كده اسم الاب او اسم الجد وبعد كده اول اربع ارقام يمين الرقم القومي او جواز السفر او رقم الجلوس هي بتختلف من شخصة للتاني بعد كده بتعمل خلي بالك ما تسيبش اي مسافات نهائي وانت بتكتب الإيميل الأكاديمي الخاص بك الخطوة اللي بعدها طب انا باللقاء تعاوز ارفع المقالة البحثية اللي انا عملتها عندي ان انا ارفعها بصيغة البي دي اف وارفعها بصيغة الورد لازم الاتنين دولار تكون حضرتك مجهزهم من البداية عشان لما تيجي ترفع ترفع الملفات بشكل سريع طبعا في الملف الورد او ملف البي دي اف لازم تبقى كاتب على الملف اللي هو عنوان الملف اسم الطالب رباعي وبعد كده بتعمل شرطة رقم الجلوس شرطة اسم المادة اللي حالك بترفعها شرطة والمجموعة المقيد بها ده لو انت كنت في برنامج اللغة العربية لكن لو انت كنت في برنامج ساعات المعتمدة هتعملها برضو المجموعة سواء عربي او انجليزي لو انت في برنامج كين هتعمل المستوى وفي تعليم مفتوح كمان هتعمل المستوى على بقى نبتلي نرفع ملف البي دي اف خلي بالك في المنطقة دي وانحنا بنرفع ملف البي دي اف مش هيقبل منك ان انت ترفع اي ملفات بأي صغة تانية هو ملف بصغة البي دي اف فقط وحجمه ما بيزدش عن 100 ميجا خلي بالك وانت بترفع ان حجمه ما بيزدش عن 100 ميجا هنعمل فايل ابلود زي ما انت شايفين انا مجهز ملف كاتب عليه اسمي وكاتب رقم الجلوس كاتب اسم المادة وكاتب كمان المجموعة زي ما احنا اتفقنا في التعليمات هضغط عليه وهقول له اوبن هيبتدي الملف يتحمل طيب انا خلص تحميل ملف البي دي اف هبتدي دلوقتي اعمل تحميل لملف الورد بنفس الطريقة هضغط على ابلود فايل هشوف المكان اللي انا حاطت فيه ملف وزي ما احنا امتبين انا كاتب عليه اسمي رباعي كاتب رقم الجلوس كاتب اسم المادة كاتب المجموعة اللي انا مقايد بيها وهقول له اوبن طبعا في البعض ممكن يكون مش عارف ازاي يحاول ملف اصلا بسيغة البي دي اف اللي احنا كنا رفعناه من شوية فبساطة انت لو عندك ملف الورد اللي انت اصلا كنت حملت النموذج بتاعه من الصفحة او منصة المخالات البحسية هتفتحه عادي خالص لو ظهر عندك العلامة دي هتعمل انابل ايديتنج عشان احاول ملف الورد اللي قدامنا لبي دي اف هدوس على فايل ومنه اختار حاجة اسمها سيف از هاجي هنا هلاقي هو بيقول لي ان انت شغال بحاجة اسمها وورد دوكيومنت والامتدات بتاعها دي او سي اكس احنا هنغيرها وهنخذ بيها بي دي اف وبعد كده هنعمل سيف يبقى انا كده ابتدأت اعمل عملية تحويل من ملف وورد لملف بي دي اف زي ما هو ظهر قدام حضراتكم بالشكل ده احنا كده خلاص رفعنا الحاجة المفروض ابتدأ ادوس سابمت على اساس اني خلاص انا كده رفعت الحاجة بتاعتي في عند حضرتك حاجة ودي ضرورية جدا اني الطالب ياخد ما يثبت انه هو رفع البحث بتاعه على منصة الابحاث فحضرتك لازم تعمل تشيك لازم يظهر عندك علامة صح ده معنى ايه انه هيتبعت لك حاليا ايميل من الكلية على الايميل الاكاديمي الخاص بيك بيفيد ان انت فعلا رفعت مادة المحاسبة اثنين في المجموع بتاعتك هندوس سابمت جات لك رسالة شكر بتقولك ان تم الموضوع بنجاح حضرتك بعاوز تتأكد ان فعلا انت خلاص كل حاجة تمام هتبتلي تدخل على الايميل الاكاديمي بتاعك وتشوف الرسالة اللي جات لك من الكلية انا دلوقتي عاوز تتأكد ان الرسالة خلاص وصلتني هبتلي زي ما احنا تعودنا قبل كده هفتح صفحة جديدة وهكتب فيها office.com هتلاقيه هو نقلق على طول على الصفحة المخصصة للايميل وعشان احنا اصلا مفتحين الايميل بتاعنا او بنرفع البحث هو محتلبش مني ان نعمل sign in بالايميل او الباسورد طيب الايميل فين هدخل على الايكونة اللي اسمها اوتلوك هتلاقي هنا في رسالة جاية لك في الانبوكس وبتقول لك ايه لو ضغطنا عليها هتقول لك thank you fulfilling out بيقول لك شكرا ان انت ماليت مادة مبادئ محاسبة اتنين الفيرة الاولى مجمع واحد دراسة بلغة عبية طبعا كل طالب على حسب البرنامج المقاعد فيه ده كده معناه ان انت فعلا عملت submit وان انت رفعت الحاجة بتاعتك بنجاح طب عاوز تتأكد ايه هي البيانات اللي انت دخلتها للكلية او ايه الحاجة اللي انت ماليتها بتدوس على view my response يبقى انت هتقدر تراجع حاجة بتاعتك انت دخلت اسمك الرباعي ورقم الجلوس بتاعك واخترت رقم كومي ودخلت اه رقم الموبايل وكمان رفعت ايه صورة البطاقة ودخلت ملك الاكاديمي كل البيانات اللي انت ماليتها هتلاقيها زهرة قدامك بس خلي بالك ان ما ينفعش ان انت تعيد رفع الملفات مرة تانية يعني الفورمة دي مخصصة انها تتميلي لمرة واحدة فقط بالزبط زي كأن حضرتك موجود في الامتحان في الكلية واستلامتك كرست الاجابة بمجرد ما بتسلم كرست الاجابة ما ينفعش تاخدها مرة تانية كده الموضوع وانتهى نفس الكلام بمجرد ان انت ترفع البيانات بتاعتك وتضوص صمت يبقى كده الموضوع بالنسبة لك انتهى ما ينفعش تعمل محاولة تانية فتأكد جيدا ان انت بتقوم برفع البيانات بتاعتك بشكل سليم في الختام نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة